فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فالله جل وعلا هو الحكيم بعباده هو الرحيم بعباده شرع لهم هذه الحدود رحمة بهم فمن الرحمة بهم الإقامة الحدود عليهم ومن عدم الرحمة بهم ترك إقامة الحدود عليهم لأنهم إذا لم تقم عليهم الحدود هلكوا ووقعوا في الجرائم اختل الأمن تغير النظام وبالتالي يستفحل الشر ولا يمكن القضاء عليه إلا بأمور صعبة أما لو أقيمت الحدود لا استراح الناس وإقامتها أمر سهل ما يحدث في المجتمع خللا بل إن المسلمين يستبشرون إذا أقيم الحد وجاء في الحديث وهذا من العجائب إن إنسان يقتل أو تقطع يده ومع هذا يستبشر الناس ويفرحون بهذا لأن هذا من العدل والعدل يفرح به ولأن هذا يردع يردع المجرمين وهذا يفرح به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض حد واحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر أربعين صباحا محمد